نهاية سعيدة شفتها برضو طالب في كلية علوم نجح وجب بتأدير ورتب على الدفع وأخذ قرار يعني تاني سنة أنا أسيب الجامعة طبعاً كتير جداً عمل كده أسيب الجامعة والتحق بكلية أداب لغة عربية نجح وتفوق وطلع الأول وتعين معيد هو دلوقتي الآن أستاذ دكتور قسم اللغة العربية في جامعة من أعرق جامعات الوطن العربي له طبعاً دواوين ولو في الأدب طبعاً وفي الشعر والبلاغة ولو كتب ومعمولة باسمه وسبحان الله هو خد قرار قال لا ده مش مكاني أنا أنا مش ده حلمي ولا اللي انتوا تقولوا إيه يعني أنا خش طب ولا خش علوم ولا لا 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 وقام جاي محول مصاره خالص القصة الثالثة برضو قصة حقيقة موجودة عشرين اتنين وعشرين أعرف طالب فضل أبوي يتفعله بألاف الدولارات كنت عارفين الجامعات هنا بالدولار وعملوا في جامعات خاصة ويطلع من جامعة يخش على جامعة والواد يسا لحد ما في الآخر الواد قال له أنا بحب مجال الميديا والإعلان انت مش موافق ده مش كنتك انت لكن أنا مش هفلح غير في المجال ده الواد مبدع فعلاً في المجال ده وبالفعل دخل وتميز وأبدع وبقى حاجة اللهم مبارك يعني كنت لسه شايفه له عمل أقول اللهم إيه ده هو اللي عامل ده الحقيقة مش كده لكن تصويره كان مبدع جده عايزين نقول إيه أوه إحنا عايزين نعيش أحلامنا إحنا وأهدافنا إحنا مش أهداف أهلينا كان إيه لازمتها أن أبوي يفضل أنه يلح عليه ويديع صنين كتير من عمر الولد تعرفين المشكلة فين؟ تأثير النفس السلب الرهيب اللي الإبن بيشعر بيه رغم نجاحه ودي الكارثة أمو أحقق إنجاز قصة بس الأهل مش شايفين الإنجاز ده هو مش حاجس بأي فرحة لأن أهله محسسينه كده لكن هو حاجس بإيه بقى؟ أنا ضيعت حلم أهلي خيبت ظنهم وطبعاً الإحساء وخصوصاً لو البنات بقى عايزين أقولوكم الأمر ده عندهم بيبقى عامل إزاي؟ وهو زيه زي الفشلة زي اللي ما نجحش زي الصائد زي اللي رصب خلاص لو ما جابشك الكلية عملية انتهينا خلاص مجموعك مش هيأهلك لكلية الطب وأي بقى العودة بتاعت ما تفهموش إيه الفرة دي؟ عندهم الصحة خالص شوف شغفك فين وهتبدع فيه وتبقى موهوب كمان إنك إنت لو ما لتحقتش بالحق للطبي وبقيت مش عارفة إيه فأنت كده إنسان فاشل وده مصح وده طريقة بقى يقولك إيه لأب ولهم تديعت أمالنا وضيعت حلمنا وضيعت وضيعت الكثير كل معظم العائلات بتفكر بالطريقة للأسف الطريقة دي وبيمرسوا ضغط رهيب جداً على أولادهم ليل ونهار لعشان نحقق الأحلام الشخصية من خلال الأبناء بصوا إن شفت حالة من الحالات اللي بيبقى ساعات الأودي حقيقة على فكرة خلينا أشرح لكم النقطة دي اللي بيبقى أب أو أم عارفين أصلاً ابنهم بيبقى إزاي؟ عارفين ابنهم إيه الأمور اللي هو يعرف ينجز فيها لأ هو شخصية بتحفظ لأ شخصية بتفهم في الكلام ده مش هينفع معها هندسة فبحكم خبرة الأب والأم مع الأولاد ممكن يعرفوا الأمر ده بس من حق الولد هو يخطر طيب ما بيختارشي؟ آه يبقى غيرك هيختار لك ما انتش عارف مصلحتك يبقى غيرك عارفة الضغط المستمر والتعجيز من الأهل وإهمار رغبة الإبن ذات نفسه هي المشكلة إن هو يبقى عنده رغبة يعني فيه بيوت تيجيلي من المشاكل الوقت مش عارف أصلاً خلاص يبقى غيرك هيختار لك أو إن حسن هو مكره على الدراسة أو مكره على حاجة هو مش بيحباه مش عارف حق أمنيته هو ده الغلط بعينه على فكرة ممكن زي ما قلتلكوا الأهل يكون فعلاً فعلاً هم قادرة بمصلحة الولد وعارفين ميوله إيه وطريقته إيه طالما هو مش قادر يحدد اتجاهاته لكن الأمر ده ما بيجيش بالإجبار أبداً خلي عيالنا يكرهوا نفسهم لو أنت ضغط عليه بحاجة زي كده النقطة الثانية نقطة رفع سقف التوقعات إنك كتير جداً ده رأف سفع التوقعات أنا ممكن أعمل طموح وزا ما حتكلمنا عن طموح ونعمل أنا عايز ما عايز ما عايز ما عايز لكن ده سلح زوح الدين ساعات تساعدك في التحفيز لو أنت خدت الخطوات الصحيحة ومشيت متزان نفسي مع نفسك وأنك أنت تقال أباء يحسوا أبنائهم على التفاوض ده شيء جيد لكن في الوقت نفسه ممكن تيجي بنتائج عكسية وتيجي بفشل وإحباط لو أنا رفع تساف التوقعات بدون الواقع اللي موجود ابني قدراته كده هو ده الوضع ده آخرهم فما ينفعش أن أنت تضغط عليه توقعات الأباء من وجهة نظر الأبناء بصوا لازم تكون إيه؟ لازم تكون دعمة ومشجعة ومحفز له واقعية في حدود قدراتهم من فضلكم واقعية وتتفق مع الطموش والميول وهو عايز إيه؟ لكنها تتحول بقى أنه هو لا 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 لازم ولازم تعمل ده بيبقى ضغط نفسي عليه